الحكومة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وراءه مرسوما بتشكيلها تضم 14 وزيرا برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء منهم سبعة وزراء جدد نعم وإلى حضراتكم مشاهدين السيرة الذاتية للوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وهو من مواليد 1969 وحاصل على شهادة البكريريوس في الإعلام المساند من جامعة كانسس الأمريكية ودبلوم العلوم العسكرية من كلية علي الصباح العسكرية وشغل الشيخ أحمد منصور العديد من المناصب منها وكيل وزارة الدفاع في يوليو 2017 ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2014 وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2006 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وهو من مواليد عام 1972 حاصل على بكلريوس إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1997 وتولى وزارة التجارة والصناعة في التشكيلات الحكومية لسنة 2012 وإضيفت له حقيبة وزارة الدولة لشؤون الإسكان ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في التشكيل الحكومي ديسمبر 2017 والعديد من المناصب منها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بين عام 2006 و2010 وزير التجارة والصناعة خالد الرضان وهو من وليد 1978 وحاصل على شهادة البكريوس في إدارة الأعمال تخصص تمويل ومشآت مالية من جامعة الكويت وعي وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للدولة لشؤون الشباب بالوكالة من نوفمبر 2016 حتى أكتوبر 2017 وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وهو من مواليد 1974 وحاصل على شهادة البكريوس في نظم المعلومات ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية تولى وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الدولة لشؤون البلدية في ديسمبر 2016 فيما تولى وزارة العلام في ديسمبر 2017 ثم أسندت إليه بالإضافة لوزارة العلام وزارة الدولة لشؤون الشباب في مارس 2018 وكان عضوا في مجلس الأمة في مجال السي 2013 و2014 و2016 وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وهو من مواليد 1974 وحاصل على شهادة الطب من جامعة الكويت عام 1999 وشهادة الدكتوراء البورد الكندي من جامعة ميجيل الكندية عام 2006 وتولى وزارة الصحة في ديسمبر 2017 كما تقلد العديد من المناصب منها طبيب استشاري في مستشفى زين ورئيس مجلس أقسام الأنف والحنجرة عام 2012 وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي وهو من مواليد 1971 وحاصل على بكراريوس في القانون من جامعة القاهرة عام 1994 وعلى الدكتوراء في القانون من الجامعة اللبنانية عام 2006 وتقلد العفاسي وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التشكيل الحكومي ديسمبر 2017 ووزيرا للعدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في التعديل الوزاري ديسمبر 2018 وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل وهو من مواليد 1973 وحاصل على الدكتوراء في تخصص النمذج الرياضية للأنظمة الكيميائية الدقيقة من جامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص الهندسة الكيميائية عام 2005 وتولى الفاضل وزارة النفط في التشكيل الحكومي ديسمبر 2017 وأسندت إليه أيضا وزارة الكهرباء والماء في التعديل الوزاري ديسمبر 2018 وتقلد العديد من المناصب منها وكيل وزارة التجارة والصناعة ومدير لمكتب التوجيه والرشاد ثم عميدا مساعدا لشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول ومساعدا لنائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ومديرا لمركز التقييم والقياس بجامعة الكويت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل وهي من مواليد 1968 وحاصل على درجة البكريوس في مجال المحاسبة بجامعة الكويت عام 1989 وتولت العقيل وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزارة المالية بالوكالة في التشكيل الحكومي ديسمبر 2017 وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح وهو من مواليد عام 1971 وحاصل على لسانس علاقات دولية وليسانس لغات حية أجنبية وشهادة المتريز من جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية في فرنسا ونال درجة الماجستير في عام 1995 في العلاقات الدولية والترجمة من ذات الجامعة وفي عام 2000 نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون في فرنسا وشغل كذلك منصب مدير إدارة مركز نظم وتقنية المعلومات بالوكالة ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2016 ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عام 2017 وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رن الفارس وهي حاصلة على شهادة البكريوس في مجال الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية عام 2004 وعلى درجة الدكتورة من ذات الجامعة في مجال الهندسة الجيوتقنية وتقلدت الفارس العديد من المناصب منها أضو هيئة تدريس في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت ومدير إدارة البرنامج الانشائي في جامعة الكويت وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي وهو من مواليد 1961 وحاصل على الإجازة الجامعية في علم النفس التربوي من جامعة الكويت عام 1986 ونال درجة الماجستير في أصول التربية من جامعة الكويت عام 2000 ونال درجة الدكتورة في أصول التربية من جامعة القاهرة عام 2006 وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري وهي أستاذ مساعد في كلية القانون الكويتية العالمية وحاصل على الدكتورة في القانون والسياسة الاجتماعية من المملكة المتحدة كما حصلت على الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص قانون سياسة اجتماعية وعلى بكلاريوس في تخصص الفلسفة من جامعة الكويت وسبق للدكتورة أسيري أن عملت في مكتب الأماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريس وهو من موالد 1964 وحاصل على شهادة البكريوس في تخصص الحقوق من جامعة الكويت وحاصل على عضوية مجلس الأمة عام 2013 وعام 2016 وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم وهو من موالد 1959 وحصل على شهادة الهندسة المعمارية من جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 1983 تولى العديد من المناصب في بلدية الكويت منها نائب المدير العام لشؤون المالية والإدارية ونائب المدير العام لإقطاع التطوير والتدريب ونائب المدير العام لإقطاع التخطيط ونائب المدير العام لإقطاع التنظيم